ايوة ليبيا ايوة مستقلة ايوة مستقلة شككم متعرفونش هنمينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلين وسهلين ومرحبتين بكم في سباح حلقة الموسم العشر من بنامج ماكس هيا معا فلنستنشق استنشقتو هدا عبق الحرية هدا عبق الاستقلال والاستقلالية استمتعو وافرحو وامرحو شنصار في الاسبوع المستقلة هو هي بسم الله طوبير بنزينة والنفطة شبه مهناش تماما سواجل البرترات من شيل لشيل والمدة هادي واقف حالهم لان الخدمة تبين نفطة والنفطة لو واحد بيمشي يخدها من بره بياخدوا لتر او ثلاثة جديد فاحسب عندك انت اخذ البرترات يخدموا في البعض حاجات منها توصيل حاجات تعليم علاقة بالبناء توصيل اللي بضايع لي شحونهم من بره توصيل مواد غدائية توصيل مياه وبره هاد وفي الاخير هو سعر على مين بينضاف بيجيها الاصل المواطن هو سواجل البرتر المواطن هادا بيضطر بيزيد السعر هادا لو حصر نفطة اصلا بشي يقدر ياخد من بره والمضرر الاول والوحيد هو المواطني من جيهة البريقة والداخلية يقولوا ان في وقود والأمور طيبة وراهوا التوصيلات من البريقة لشيالات الوقود قاعدة تصير 24-24 ومن جيهة تطلع بره تشبه في طوبير طوبير بنزينة النفطة دي انساها مرة واحدة اصلا نجيه يقولك ما فيش اخونا بيوري قابة باية الداخلية وين باية الداخلية مش مفوض يمشوا للشيالات يقولوا لهم شن عبيتوا اليوم من نفطة ولا شن عطيتهم من نفطة فوت هادوة ان بيقولك صعب الشيء لا ولا لا تمت على خاطر عبوا وعندي يلبس سيارات يا اخوي راما مفيش حد يعبي جمعت البورترات واي سيارات نفطة راما مش قاعدين يعبوا راما مش لاجين ما يعبوا فلو سمحت ديروا حل يعني توا ايه مش حنفوت سواجين البورترات وبنمشي نصدقلك الناس اللي شادين الشيالات مش منطق ايه حتى نسبة وتناسبة الداخلية صرحوا انهم حيقتوا على الطريق علي مهربين الوقود والبشر عن طريق الحدود الليبية التنسية كويس مليح غيرت شاء الله سير منها الجاء التصريح لتبيبة منازلينة ليبيا الاحرار يقول ان المنجوش مكانش لها اي علاقة واي دراية واي علم مسبق بالاجتماعي صار في روما هي والمنجزي وان المنجوش شخصية وطنية ولن ولم تسبح بالتطبيص مبدئيا واللي فهمتها من التصريح ان احنا نقدر نقوله للتحقيقات اللي مفروض مفتوحة على المنجوش نقولها باي باي لان المنجوش شكلها الشهادة يا ما شهادة عالدولة فربك استر صح عليهم التريسات يا في خبر انزال قال لقد تم اختطاف عضو هيئة التدريس بشير عربي ناس من تجورة طلعوا احتجاجا على هذا الموضوع وقالوا يترخوه ينصعد بعدين طلع الامن الداخلي في تصريح قال راو احنا ليش هدينه ليش تباه ان هو في حراجات يدير فيها بشي عطل المسيرة التعليمية والنائب العام دار تصريحه وقال ان فعلا بشير عربي يجي حاولوا ملفها للنائب العام وبعدين ارخوه ولهذا السبب احنا قلنا قبل ان كل ما يشدوا حاد كل ما جيها امنية رسمية تشد حد يا بيت مكتبها الاعلامي يطلع وخاصا لو حد دهو معروف في زنكتا ولا في جيتا ولا معروف اصلا للناس مرة واحدة يطلع المكتب الاعلامي يقول راو احنا شدنا لشتي باقي في قضية واحد دين ثلاثة اربعة والتحقيق يكون مفتوح بما ان الخبر حيطلع عنا كلنا احنا وحنقروه فما فيش باس ان المحاكمة والقضية كل احطونا رضي علينا ما احنا الشعب احنا الراية العام ومش بيدرنا مش انتو بش ادو بش بيدررونا الناس هدو فخلاص اعطونا يعني على قل وارونا شمي بش نتفادو ان حد يدير ردة فعل ممكن تدر المواطن ما وفي الاخير هي دي ما جاء رسمه في منتج اطراب لسل الاتصال الحكومي ادبيبة صرح وقال لابدا هني لمو سيطر على المشهد اللي لابد لا 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 ما تقولوش هيكي هني راو غصدي ربي ولا حطني في رأس الحكومة ايوه غرهد اهد 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 راه يبدو التوسع منك اللي يكتبلك في الخطابات قولها اهدي الدور بلاقي يكتبولي انتو شبايكم في اهدي التصريحات ليبيا تحتفل بالعيد الثاني والسبعون لاستقلالها وفي العيد الثنينة والسبعين داروا حفلة بقرابيجها وجابوا مشايير جابوا مونة وصف جابوا جماعة ودي الدياب جابوا طوني خليفة بوزي تيراش راش فلوس ودبيبة لم يفوت الفرصة ودار خطاب قال فيه ان الشعب ضروري ان هو يكون له دستور خلاص ضروري فيه دستور ولا بد من الانتخابات لان فيه ثلاثة مليون ناخب ليبيا اخذ بطاقتها فديرولهم فعلا ندرتولهم انتو من ناحية درتولهم فدرتولهم كلام شعبوي بالكيلو وصرف بالكيلو وات الفلوس اللي نصرفو هل هم من جيوب خزينة الدولة ولا من جيوب اللي مدهيين الحفلة فاهمونا لو من جيوب خزينة الدولة من حقنا احنا كمواطني بعملنا احنا نعرفو ان فيه عجز في الواحد هذا النقد الاجنبي مفروط انه انتو تقولونا علش صرفتو المبلغ هذا كله احنا راوا مليناش هلبة يعني موضوع مساكرش تلاتة شهور موضوع درنا درنا تب بي اعمار فيه ناس مش لاجه متاكد وانت تجيب لي فيه ناس مبار غير قولونا يا ودي احنا ما نبوش نوضل معكم قولونا الفلوس من منو صرفهم ما هو بيشينا نهاية السنة وبينزل تقرير الدول المحاسبة زعمه حنالقوه البندهوان تاع الصرف تاع الاحتفالات والمنتديات والجولة تديرو فيه وإلا بينحط تحت تحويلات لجيات غير معروفة زي السنين لفهم سوى السؤال الاهم من الدول اللي نشوفو فيه محاشين خشمون في ليبيا وكل يوم تزيد دولة جديدة وتقولك انه هنالك علاقة تاريخية بين انا وبين ليبيا والاجل ذلك ادحت مصوفا وقمس هل تعتبر انتك يا مواطن ان ليبيا بجديات مستقلة حاليا حدود مهتوكا بسيادة معناش قرار سياسي مش في الدناء وانا الاستقلال طبعا احنا بنشكر الشباب اللي لما نمشوا في الشارع ونسلوا فيهم يجاوبوا فينا وانا نقدر اي حد ما يقدرش يجاوب ع السؤال او يحس ان السؤال اللي نسلوا فيه في الحلقة ممكن انه يسبب له اي ضرور واحنا البرنامج بعدين نحاولو انه ما نخلوش برنامج بتاع دوشة وبرنامج يدير بلبلة وبرنامج يجيب في الحاجات المثيرة المثيرة للجدل احنا برنامج مش مثير بتاتا نقولوا ان المسؤولين الصورة اللي قاعدة يتوصل لهم بالشارع بما انهم هما بعاد على الشارع تمام مش ملاحقين هما يصافروا مش مشكلة نقولوا لا فلنقول ان هما الصورة اللي توصل فيهم في الشارع مش دقيقة لان اغلبية الناس اللي يشوفوا فيهم يا في الشارع يا اللي يحطولهم فيهم في الشارع يصافوا قولهم يدرب كلهم امور طيبة فالاجوبة متاعكم والتعليقات متاعكم لعلها وعسى زي ما كانت توصل قبل الحكومات اللي قبلها والمسؤولين اللي قبلهم لعلها وعسى قاعدة توصل لعن توا فانتو كلامكم مهم جدا صوتكم مهم جدا لانه اوة في الاخير البرنامج هذا مفروض يعبر علي صير في الشارع فليهذا كانت مشتسلم ونخلو نقلبو عاما مطبخ سوحة وخلاص شوفوا خلاص الوقت جاي ان احنا نتطور الوضع الوضع اللي احنا فيه مش مش تمام اه الجو القانون هواه اللي منعفش يطبقوا فيها اللي فيها وفيها لا ما ما يمشيش الحال احنا مفروض خلاص درنا لبوزنا اه مش عارف كده السنة وحنا نجربو ونديرو ونغلطو تول وقت ان احنا يكون عنا قانون واضح دستور واضح حكومة واضحة والمواطني بيخدمات اشقشقولنا الشعب قذ انتو غرفتو فلوس تعيشكم انتو وسولالات بعدكم يا سرح القذي فيكو شوية راه الدنيا يومين ويوم راه يا ودي انت قداش بتخلي وراك قداش بتخلي وان شاء الله من هنا للحقة جاية يوصلكم لكلام ولامور تتحسن حتى شوية منشنوا الناس اللي تبهم يسمعوا لكلام مادة وما تخافوش منهم والسلام عليكم ورحمة الله بركاته